في وقت بتسود فيه حالة قرف عامة وتحت نظام حكم ورى المصريين الويل من جوع وغلى وإحباط معيشي اترسخ عن نسبة كبيرة جدا من الشعب نظرية اللي جرب مرتبه يعرف ايه ميتمه وبقت جملة ولا يوم من ايامك مبارك جملة درجة وبتتقال بشكل يوم من المنطلق ده سعب نشوف حالة احتفاء كبيرة بتظهر من الوقت للتاني مع كل ظهور مفاجئ لولاد مبارك سواء في الشارع أو في المناسبة ولا جنازة ولا مكان عام عن الناشط السياسي والمغرد الاكساوي الشعبوي صاحب المعارك الجدلية على تويتر المناضل الكبير علاء مبارك الرجل الغامض ايام حكمه او رجل الظل زي ما كتير قالوا عنه على عكس جمال اخو اللي كانت طموحاته السياسية اعلى وظهوره على الساحة اكبر خلينا نعمل جولة كده مع الشخص المثير للجدل الصريح دلوقتي بتغريداته واللي كان مثير للجدل ما بين حقايق ومبالغات وإشاعات ايام حكمه ايه اللي تغير ما بين زمان ودلوقتي وإيه الفرق بين علاء ابن الرئيس وعلاء الناشط في جمهورية السياسي الجديدة خلونا نشوف عاوزك تتخيل كده ان واحد عمل حادثة سنة 2010 دخلته غايبوبة طويلة بعد ما فأ منها بيفتح تلفزيون يلاقي مصطفى بكري بيهاجم علاء مبارك وباتهمه بالفساد يدعك عينيه كده ويقلي بالقناة يلاقي عمر أديب بيقول علاء مبارك برضو ما بقاش اللي رد السجون زيك يعلمني الأدب طبعا هيتأكد انه لسه نايم وكل اللي هو شايفه وسامعه ده ما هو إلا أحلام عصاري أو إن العلاج اللي بياخده محطوطه في حبوب هالوسط لحد بقى ما يفتح اليوتيوب يلاقي علاء مبارك قاعد بتغدى جوه محل كسر بطاري قاعد لشهور مش كتيرة من موعد اكتراب بالترشيحات لرئاسة الجمهورية علاء مبارك بيأكل كشري بالشطة والدقة وبيتماشى بالليل في وسط البقى هنا بقى ما يحس انه تمام كده تعشت وهيخش في غيبوبة جديدة أطول من الأولانية وبعيدا عن باقي الأحداث اللي مدخلنا كلنا في سوق بزمني محدش عارف يطلع منه خلينا نسأل عن علاء مبارك وإزاي وصلنا معاه من كونه ابن لرئيس جمهورية متحوط طول الوقت بالغموض محدش عارف له شغلانة محددة أو النشاط واضح ظهور خفيف ونادر في المشهد السياسي مع كتير من التلسين والإشعاعات اللي كان بتتقل بالهمس وحواديت ألف ليلى وليلى بقى اللي ليها علاقة بين فوز وزلطة ابوه ومن بعدها شكل الظهور اللي اختاروا لنفسه عن طريق الكورة والمجال الرياضي كواحد من المجالات المضمونة لإثبات الوجود وخلق الشعبية وازاي تحول كل ده دلوقتي لدرجة تصنيفه كواحد من نشاطاء تويتر وصحب حساب مشاكس بينكش في النظام أو رموزه من سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وتويتات سخنة وأحيانا هجومية منها اللي بتتكلم عن الغلابة والفقر والغلق وشغل يعني يجيب للمنطق نفسه تسلخات ويسبب عطل في خلاية تفكير خصوصا عند الناس اللي عصرت كل هيمنة وسطوة نظام مبارك وفي القلب منه العيلة الكريمة اللي سرقت شعب بحاله وكبست على أنفاس البشر 30 سنة بحاله ولو هنقول بطاقة تعريف كده بسيطة لعلاق مبارك لأن فعلا اللي نعرف عنه مش كتير هنقول أنه الابن الأكبر لمبارك موليد سنة 60 خريج جامعة أمريكية متجوز وكان عنده ولدين اتوفى منهم محمد الكبير في 2009 هو عمره 12 سنة وفضل معه بس عمر الابن الصغير لحد ما جيت بقى ثورة انقلاب يناير وشوفنا نتيجها على العيلة كلها واللي كان فيها علاء واحد من ضحايا اسقاط الجيش لمشروع التوريث واطلط مع مبارك وجمال فقضايا منها قتل المتظاهرين اللي اتبرق منها لكنه لبس مع الوالد حكم نهائي 3 سنين في قضية الأصور الرئاسية الشهيرة وكان متهم هو وجمال على مدار 8 سنين من التقاضي في تهمة الفساد والتربح عن طريقة لعب والبورصة لحد ما اتبرق منها في 2020 فضلت كل المحطات دي في حياته وبالدور حواليين فكرة ناس كتير خدتها عنه وهي أنه طلط في كل ده مش لأي شيء غير أنه ابنه مبارك وأخه الوريث المنتظر إنما هو كشخص ملوش طمحات سياسية واضحة ولا بيسعى أن يكون له دور في الحكم والحقيقة ده مش مظبوط أو مش دقيق أو يعني ونقدر بشكل ملاحظات بسيطة سواء في عز وجود أبوه في السلطة أو أداءه على تويتر وشكل خطابه السياسي وطريقة عرضه لقراءه نقدر نكتشف أننا قدام واحد فكرة السياسة والحكم ما كانتش غيبة عن تفكيره أو يمكن اللي عطلها أو شد لها فرامل وقتها هو إن العيلة واقع اختيارها على الإبن الأصغر وإن الطريق لكرسي ورسة التكية مبارك والحزب الوطني ركزوا فيه على جمال بشكل أكبر ولو بصينا العلاء مبارك المواطن بقى في مرحلة ما بعد السيسي وبعد ما بقاله حساب على إكس هتلاقي الموضوع خلف أو بمعنى صح طريق التفكيره اللي كانت مستخبية بدأت تظهر في العلن أكتر وأصبح الشخص اللي مختفي دلوقتي عن الأنظار نسبيا هو جمال مبارك نفسه مش علاء أم علاء فبنلاقي مرة مصلح ديني أو اجتماعي أو نصد سياسي وأحيانا معارض على خفيف كده وساعات مواطن من عامة الشعب بيدلي بجردله في أي موضوع أو ترند مسبب جدل تويتات كتير على قد ما دخلته في معارك قضائية على قد ما كشفت إننا قصاد شخص عارف إزاي يغازل الجمهور ويرميلوا رسائل بطريقة عرض للأفكار تقريبا متطبقة مع منهج أي سياسي بيحاول يبني شعبية لنفسه وإن واضح إنه لو كانت جات له الفرصة وبه وسع له سكة زي الوسعها الجمال ما كانش مستبعد أبدا نلاقيه طمعان في الكرسي الكبير عادي جدا أغلب كلامه صايص وعاطفي وبيميل يعني إنه إيراضي المزاج العام ما بيعتمدش على الحقيق أو على رؤية واضحة أو على تعامل واقعي مع أي مشكلة ولو بدأنا نضرب أمثلة نخش بها جوعاء لعلاق مبارك من خلال تويتاته خلينا نبدأ من الآخر واخناقته الطازة مع القيادي في حركة حماس موسى بو مرزوق اللي انتقد دور القيادة المصرية ومواقفها الضعيفة أصاد المجازر الإسرائيلية والعدون الصهيوني على قطاع غزة وتكلم عن اتفاقية كامب ديفيد ونتائجها اللي كان على رأسها تخلي مصر عن مسؤوليتها عن غزة وخلت محور فلادلفيا نقطة فصلت مصر عن فلسطين وشكلت حصار وعبء إضافي على أهل غزة هنا بقى ظهر الوش الدولاجي لعلاق مبارك وقرر يرد على الراجل ده بتويتة بتلخص كل اللي هضمه وكل اللي تربى وعاش عليه سواء في القصر الرئاسي أو جوه دهليز الحكم والسياسة تويتة يعني الحقيقة هي كوكتيل من الكد والتدليس على الشوفينية والعنتظة بالإضافة لحالة من التعريص اللي لا إراضي للجيش اللي متمكن تماما من نفوس الناس دي حتى هو عارف أكتر من أي حد إن الجيش ده هو اللي انقلب على ابوه أساسا وحباسهم كلهم وهو اللي ساوم العيلة بحالها عشان تخرج من المشهد السياسي بلا رجع علاء قرر يرد الأول بالكليشي المحفوظ والخطاب العطيفي اللي النظام عموما متعود يخاطب به الشعب ومصر ما بخلتش أبدا بالدعم والمساندة لفلسطين وما تدخرتش جهد ولا اهتمام وباقي الرصة بتاعت القضية والحق الفلسطيني وإن لو كنته جيته كان يبقى الوضع أفضل وبعدها دخل على منهج الأمناجية واللي جان بقى وروج هو كمان الكتبة اللي هو عارف إنها كتبة ومفيش عليها دليل وتبنى رسائل السامسونج والإعلام والدراما وإسطورة حماس اللي قتلت الجنود في رمضان برغم إن النظام نفسه أعلن إنها مسؤولية داعش التويتة دي مع إنها بتظهر وكأنها تويتة عادية من شخص عادي دلوقتي لا له منصب ولا مسؤول عن حاجة اللي إنها بتكشف منهج اتربى عليه صاحبها وكان هو المنهج اللي هيستمر عليه لو ما حصلش كل اللي حصل ولو كان استمر في طموحاته المستخبية تحت ضل أبوه الرئيس أو أخوه اللي كان في طريقه الكرسي هو كمان لأنه باختصار بيكلم المواطن المصري بنفس خطاب التدليس اللي تبنى السادات ومبارك وحتى السيسي لأنه عارف وأبوه عارف إن كامب ديفيد كانت اتفاقية استسلام وإذعان وتنفيذ شروط الصهينة وأوامر أمريكا وإنه مش بس عدم وجود ممثل عن السلطة الفلسطينية هو طلب وشرط إسرائيلي ده العالم الفلسطيني نفسه كان مرفوض إنه يتحط على التربيز وده مش كلام نحن ده كلام كارتر نفسه في مذكراته وكلام أغلب الدبلوماسيين الأمريكان للعصر المعاتل واللي ذكروا تفاصيلها في مقالات وكتب منشورة اتكلموا فيها عن مناحن بيجن إنه كان متمسك بضم الضفة واقتطاع غزة كشرط أساسي لإتمام عملية السلام مع مصر وإن حتى السادات لو كان بالفعل حاول وعلى مدى شهور إنه يربط السلام المصري الإسرائيلي بقضية فلسطين اللي إنه في الآخر رضخ وقبل بشروط كارتر ومناحن بيجن ورضو إنه يعمل اتفاق مصري إسرائيلي منفصل ده غير إن علاء نسي أو عمل نفسه ناسي إن اتفاقيات ومعهدات سلام كتير تمت بعد كده سواء في مدريد أو شرم الشيخ أو أوسلو وكل ده لا احترمته إسرائيل ولا نفزت منه حرف بالعكس استمرت في ارتكاب المجازر وتوسعت أكتر في بناء المستوطنات علاء عارف كل ده لكن زي بقولنا ده منهج كل اللي زيه وطبيعي كون دي طريق تفكير شخص هو في الآخر تربيت مبارك ودائرة علاقاته وأنكل مصطفى الفئي وفتح سرور ومفيد شهاب وسلسلة معارفه اللي شكلت مبادئه وقراءه هي علاقات الحزب الوطني والسياسيين النظام وطبالين السلطة ولو حبينا ناخد من رده على موسى بو مرزوق صورة لمنهجه في التعامل مع القضايا سواء وطنية أو إقليمية مش هنلاقي أبرز من وقعة مطش مصر والجزائر في السودان عشان نعرف إننا مش قدام واحد يعني مجرد ابن ده رئيس جمهورية أو شخص زاهد في السلطة ومش من أهدافه ولا تطلعاته إنه يدخل في لعبة السياسة لا إحنا قدام واحد كان فعلا بيدور على شعبية وكان بيرسم لنفسه طريق موازي جان بطريق أخوه السياسي الحزبي الواضح الطريق ده كان الكرة ومنهج خلطها بالسياسة المجال اللي يعتبر واحد من أهم أدوات الأنظمة في السلطة والتحكم في المزاج العام واستحضار الشعبية والنعارات الوطنية اللي واقع تم درمان دخل فيها علاء بشكل حرفيا كان على تكة ويتسبب في أزمة دبلوماسية بشكل يعني أساسه كان اكتذاب الجمهور ورفع سقف مشاعر الوطنية والخطاب الاستعلائي اللي ما كانش عنده مانع فيه إنه يهين ويطالب بقطع علاقات سواء رياضية أو ثقافية أو فنية وصاد إنه يظهر كبطل قومي في عين الشعب وقائد شاب ما يخلصوش كل اللي حصل من اعتداء وإهانة المصريين ورأسه وقال في سيف إنه يرد كرامة مصر اللي اتهدرت ومواطر مصري ورافض فكرة الاعتذار وهم مش هيعملوها واضح يعني رافض أي شيء شيء نعمل إيه وعادين اللي نفيس قول فيه كزارين كتير بيحبونا فيه كزارين بيحبونا ده كلام يعني الكلام ده فيه ناس من كزار بتحبانه وكده ماشي على عينه وعلى راس من فوق هم فين ما هو مش كلام هم فين واللي احنا كلام عادين كده اه احنا بنحبوك ونقعد نشرق احنا فين طب بيحبونا تحركوا اتكلموا روح قولوا في كزارة اللي حصل اللي اخواننا المصريين دول ده غلط وايه وإحنا اخطأنا مش تقوله بس فيه مجموعة اكد تابو فيه ناس بيحبو المصريين هو كلام هنوض نتكلم فين اللي بيحبيني فين الله انت تيجي تدربني وتاني وبعدي يتقول لي احنا بس انا فين ولو لو ما كلمش تلوقتي بالزاد حتكلم انت اطلع اعتذر ولا مسؤول ولا حد بتقوله طيب غير زيار المصورين احنا عارفين نظام هناك والزابي وضا فين الناس فين الناس بيحبونا دول بس كده حد المداخلين بارع بس مش حدث ده ما تقولش باقي يقولك مالا ما تعطش تاخد بعض القرارات وبعض البعض 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 الستكسل وريو من العملية مش كده يعني اول حاجة انا بالنسبة لي كحب الرياضة بازم بالنسبة الرياضة بفي موقف ضع اصباحة زي مرمانت حسن سار قال ده فيه يعني حاجة انصر الامان قبل الرياضة انا بالنسبة لي اني كمواطن انا مش عايز اروح لعب اي وكان اظن كان في بيولونة في مارس في الكرة النسائية او حاجة اظن او سريعة كت لكت اه المدام نسحر اللي او ولي كتبت قلين على عندها في مارس او حاجة لان اصحفة انا ودي كرة نسائية فالجزائي للعبوب ولا اودي اي نشاط رأدي فالجزائي انا مش عايز مش عايز فالجزائي تيجي عندي ومش عايز فأنا بطول عندي ينا ولا جهود ولا يد ولا قدم ولا كده ومتالي كل رياضيين كلهم معظم ومعظم المجملات دي نعرفهم حيقايدوني على كده أنا مش عايز ألعب رياضة في الجزائر مش عايز فرق يتروح جزائر أنا ضمن يروح يمر فيهم هناك صحيح مش عايز فرق يتروح مفيش رياضة في الجزائر مفيش ولا يروحون لنا ولا يقولنا ولازم بقى زينا قلت المستقفين وكل بقى كل التسميات بالقطاعات كلها كل بقى يقف وياخدوا موقفه كل دي تصرفات واسلوب في الخطاب ممكن يديك انطباع عن الشكل اللي كان ممكن علاء مبارك يدير به أزمة لو كان وصل للسلطة أو كان ليه دور سياسي تحت أي ظرف وهي فكرة تأسيس وتسبيت شعبية حتى لو هيتسبب في مصيبة وكل ده على اعتبارات مش دقيقة وخطاب حنجوري عن كرامة المواطن المصري في الوقت لدخلية حبيب العدلي بتنتهك عادي كرامة المواطن المصري وإنسانيته بشكل يومي في الإسام وفي السجون وفي الشوارع وبهو نفسه بيحول كرسى إنسانية عنوانها الإهمال والفساد لنقطة بيقولها هو مفشوخ ضحك على نفس الناس اللي لو أستاذ علاء مأموص قوي إن هما تضربوا في ماط شكور كل ده مش مهم المهم هو استغلال حدثة شغب جماهيري عادية وبتحصل في أي مكان وثبت بعدها أصلا إن أغلب أخبارها كانت أفوارة وتمثيل منها اللي كان بالأوامر للغلواشة على هزيمة المنتخب وسحل الناس في حوارات بقى وامتصاص غضب الشارع بعد الخروج من كاس العالم في حضور الرئيس القادم واخوه اللي كان ناوي ومعه شلة المقطيع كاملة إنه ينطع الحدث ويظهر في كدر الإنجاز كخطوة دعائية في مشروع التوريس ورأي بقى في مرحلة السيسي دخل علاء مبارك معارك كتير على السوشيال ميديا سواء مع شخصيات عامة أو رجال أعمال وإعلاميين وصحفين منها مثلا خناقته مع عمر أديب لما نشر علاء مبارك فيديو لعمر أديب بيظهر فيه تنقضاته ويقتلونه ما بين التطبيل المبارك ثم الهجوم عليه وكاتب عليه بدون تعليق مع إيموجي دحك وده الواحده كان كفيل بخروج عمر أديب للرد عليه عشان تبدأ العركة اللي كانت مسلية جدا سواء على تويتر أو على الفضائيات طبعا الفيديو كله كان مجموعة من الاتهامات والاستجوابات من عمر عن مصادر فلوس العيلة الكريمة وعن حسابات علاء وجمال تحديدا في ابنوكس وصر بيه النهاردة قرر لأنه طبعا يعيني برضو جرات لولوسة المصريين برضو عندهم حاجة جريبة إن علاء بيه كل ما يكتب يلقوا أيوة يا باشا باشا مين أيوة أقولي عظيم عظيم مين هو الراجل ده مش هيته اللي نزلته وشرته انتوا نسين الراجل ده عمل ايه هو وعيلته هو علاء بيه نسي وعلى فكرة علاء بيه انت اللي فتحت بقى الموضوع أنا عمري ما بقابل حد كده شخصي يعني عمري ما بعمل موضوع شخصي إنما انت اللي قررت إذا كنت تنسيته اللي جرى هاته الدفاتر تنقرأ لا حكلمك لحل السبعين مليار ولا الثمانين مليار اللي هو البراءة بتاعتك إنما مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمنا الأدب لكن كل ده ما فرقش مع علاء ولا رد غير على حاجة واحدة هي اللي ليها علاقة بنمط تفكيره وطريقة نظرته لنفسه وبرستيجه اللي حوار الفلوس والفساد المالي ده هو آخر حاجة ممكن تزعجه أو تحسسه بأي أهان هو استعبط كالعاد عشان ما يدخلش في جدل الفلوس ورد بس على نقطة رد السجون اللي هيعلمني الأدب دي وكتب له إن رد السجون هيعلمك معنى الرجول خناقة تانية مزدوجة دخلها علاء مع حسن هيكل رجل الأعمال وابن الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بعد ما اتهم أسرة مبارك بالفساد وتضخم السروات اللي هربوها برد البلد فاتهموا علاء إنه متورط في أضايا مال عام وده سبب هروبه للخارج أساسا ودخل على الخط طبال كل العصور مصطفى بكر بس المرة دي في توب المناضل اللي داخل يكشف فساد مبارك واعياله وخبط في جمال مبارك وقال إنه حصل على 75 طن دهب من البنك المركزي وبرضه علاء رد عليه ردود ما بين التاريقة والتهزيق والتهمات الكذب والفابراكة وقال له ابلى عريقك بس انت أداك مش عجبني اليوم انده قول وفكك من جوه عم دهب ده ونشر له جزء من واحد من كتبه وهو بيدافع عن مبارك وجمال جزء استغله أساسا فريد الديب في مرافعاته وقال له مش ده كلامك أكدب وكانت مضحنة تويتات وردود وقتها عنوانها الهجوم من بكري اللي كعادته طالما نطته قاعد على حجرة حاكم حالي بيخبطوا يهين اللي قابله عشان يرمي بياضه لسيده الجديد أما علاء فكان بيكتفي بالتاريقة والقلش وانك أستاذ يا بكري في اللي مؤخزة مع القليل جدا من المعلومات اللي فصول بالموضوع كأسلوب شعباوي برضو من اللي بيعجب الجمهور مستمر فيه لحد دلوقتي وظهر في حالات ومواقف تانية زي تويتا اللي رد بيها على خالد الجندي لما طلع طبل للسيسي وهون من فشله الاقتصادي في حوار أسعار الدولار اللي ضربت وخسفت بالجنيه الأرض وقال إنه عملتنا مش مربوطة بالدولار إحنا نربوطها بالإيمان فعلاء مبارك علق على الكلام ده تعليق ساخر برضو ده غير تريقته على يوسف زيدان ومركز تكوين ومشيانه في موجة الرفض الشعبي للكيان ده عشان يبني إنه زي وزي بقى الناس حريص على الدين وبيهاجم الأفكار اللي بتطعن في صحيح الإسلام وبتحارب شرع ربنا وكل القيم اللي بياخد بها بونط عند رجل الشارع البسيط لدرجة نشره لصورة الاجتماع بتاع تكوين وتشكيكه في نوايا الشخصيات اللي بتمثله ولقح كلام على إبراهيم عيسى بعد ما قال إنه من ضبن أعضاءه شخصيات بتطعم في الدين وبتنكر الإسراء والمعرج وفي الآخر علق تعليق ساخر على إزازة البيرة اللي ظهرت في الصور والهم بتاعت مين دعا فريط وإيس على كده بقى أنواع كتير من المعارك علاء بيختار يخضها على المنفذ اللي بقى متاح لي وهو تويتر معارك كلها بتدور حوالين حصد أكبر قدر من الشعبية أو الاستفادة بزكاء من شعبية قديمة وحنين عند كتير من الناس لأيام أبوه لما بيقرنوها بحجم الفساد والفقر والاستبداد اللي هما عايشين في دي الوقت المقارنة اللي كتير منها بيصبوا في مصلحة مبارك عشان كده بتلاقي معاركه منها اللي قومي ووطني ومنها اللي ديني بقى سليم مختلفة ما بين الجد أو حس السخرية اللي بيشد المواطن العادي ده غير إنه سعاد بيقرر يكتب ما يشبه يعني المعارضة السياسية للنظام لو حس إن فيه طيار شعبي بيزق معاه في السكة دي لكن طبعا بيتعامل معاه بالحد الآمن وبأسلوب يحاول يظهر فيه احترام أو معارضة للمصلحة العامة بيستخدم فيه مع السيسي مصطلحات زي سيادتك وحضرتك والجيش المصري العظيم والقيادة المخلصة وكل الهاتش ده وده ظهر في رده مثلا على السيسي لما اتهم نظام مبارك إنه خرب البلد وقال حرفيا إنه استلم منه بلد كهن فعلاق شاف إن الكلمة دي تعامل الناس معاها كانت موجتش شعبية عالية فقرر يخش في الحوار هو بيحسس على الكلام ويقوله إن مصر كبيرة وليها وزنها وتقول لها وما كانتها وكل سنة وحضرتك طيب وبتاع بس أقل يدي كتف كده وقال له مصر ما كانتش وقال هتكون كهن إن شاء الله والحقيقة إنه علاء مبارك عارف كويس جدا إن حضوره على مواقع التواصل واختباره للتفاعل الكبير على منصوراته هو فعلا بيمثل النظام ألأ علاء مبارك بيلعب على وطر القرف وحالة الرفض المجتمعي لكل ممارسات نظام السيسي والانهيار التام للشعبية والقبول بعد كل الكم ده من الانحطاط والانهيار الاقتصادي وحالة الإحباط والاكتئاب العامة اللي بينتج عنها تلقائيا عند قطاع كبير من الشعب قائلة حنين للراجل اللي كان بينبش القبور ويقوله لا يوم من أيام لأنه كان بينبش القبور بس إنما السيسي منه لله بعد ما بينبش القبور بيمثل بالجسس عشان كده بتعتبر منصة علاء مبارك هي امتداد لمنصات تانية سواء مؤيدة بجد الحسن مبارك أو حتى ساخرة وبتشتغل بس مكايدة في نظام السيسي إنه عنده اللي شغالين طول الوقت على الترحم على أيام الفساد المباركي الوسطي المعتدر نصات علاء مبارك بخطابه العاطفي واستمالته لمواطن هو ما كانش شايفه ولا معبره ولا كان على أولوياته وهو بيسرقه مع علته النصات ده جاله على التبطاب دلوقتي بعد ما بقى الترحم على أيام مبارك شيء عادي بنشوفه نسمعه يوميا في كل مكان ومنبق كل الطبقات وبيرافقه على التوازي حالة من الاحتفاء الشعبي من البسطاء الكل بلاحظها لما بيتصادف وجوده سواء هو أو جمال في أي مناسبة وأخيرا علاء مبارك طلع ولا نزل كتب تويتات هاجم شخصيات أو ممارسات أو قرارات هو أولا وأخيرا ابن مرحلة أبوه وتربية مدرسة كل ديكتاتور وفاسد وماء ما هيكتب ويعمل مناضل ويدخل معارك تكسير عظام على السوشال ميديا مش هتتغير حقيقة إنه جوفه تملم الحرام وإنه عايش هو والعيلة من مال الناس اللي تنهب وعرق الغلابة ودمهم اللي مصوق 30 سنة هي في الآخر خناقات بين أفراد عصابة واحدة كبيرة كل اللي اختلف فيها بس هو اختلاف الأسماء اللي في الحكم وشكل النفوذ وحجم السلطة والسيطرة والأدوار اللي اتبدلت والخلاصة إن شعبيت علاء مبارك ومتابعة الناس لي وحتى موافقتهم على كل اللي بيقولوا مش هيغيروا من حقيقة إنه فاسد بس شيك مجرم بس صوته هادي عرامي بس مؤدب وإنه مهما هاجم وآدان النظام الحالي فهو عنده حق لكن ده مش معناه إنه شريف وبريء أو إنه أقل منه في السرق أو الفساد ونشوفكم على خير إن شاء الله